هدف محمود صابر زي ما قلنا قبل كده قلنا ميكالي لازم ياخد حقه التاكتكس اللي هو بيلعب بيها ازاي وازاي ان انت يا كريم لما بتيجي تعمل التحول لما بيجي تعمل الترانزيشن وتنيجي تعمل هجمة مرتدة لما الناس كلها بتروح على اطراف مع زيزو مع ابراهيم عادل الحل السحري في محمود صابر دي في الديئة التانية زي ما انت شايف منتخب مصر بيحاول ان هو يعمل التحول عاوزك تفرج على محمود صابر بص على محمود صابر لعيب امكانياته رائع بص هنا كريم عمل اسكان اولاني بص الشمال ويمين نرجع الفريم اللي قبله هتلاقي ان الراجل بص الشمال الاول مفيش حد جنبه بص يمين الاول ملقاش برضو حد جنبه فبالتالي محمود صابر هيبدأ يخش فين في نص المساح الكرة هتتلاعب من محمد شحاطة طويلة لمحمود صابر الكرة متملعوبة لمحمود صابر ده في الديئة التانية بعدها الكرة دي تلمست من محمود صابر نزلت لابراهيم عادل وشاطها بره ودي كانت اول هدف ممكن ييجي المنتخب مصر الكرة اللي بعدها الكرة اللي بعدها نفس الكلام برضو فين محمود صابر يا كريم اولا مع العيب رقم تمانية زيزو هيلعب الدابل باس مع محمد شحاطة محمود صابر هيروح فين هيخش برضو جوه منطقة الجزاء شحاطة هيعلقها له اول ما تعلقت ولكن الراجل بتاع فرنسا قطع الكرة فايزا هنا نعرف اين محمود صابر بيخش ده من جوه منطقة الجزاء الصورة اللي بعدها نفس الكلام برضو ده الهدف بتاع منتخب مصر زيزو خد الكرة بص على محمود اول مادة لمحمد شحاطة قبل ما اول ما الفريم ده يفتح نبص هنا ام محمد شحاطة لعب الكرة المين محمود صابر برضو داخل منطقة الجزاء الراجل هيستلم الكرة اول ما هيستلم الكرة هيشوت الاولانية هيتعامل عليها بلوك عجبني جدا جدا هدقه بس انا عاوز اقولك على حاجة مزيكة من قصامة فصل ارجع فريمين كمان اتفرجة كريمة عالتفصيلة الحلوة دي برينز كمان واحدة كمان ثلاثة هقول لك واحدة كمان بص على قصامة فصل بيحجز ازاي على المساك انه مايروحش لمحمود صابر بص الفريمين اللي بعده هتلاقي ان قصامة فصل بقى واقف بيده بدف الارض عشان يعمل بلوك فبالتالي محمود صابر استلم بمنتهى السهولة وبقى عنده الاريحية انه هو يشوت في الغاية لما الراجل ده دخل حاول اعمل علي تاكلينج لولا الشيلدينج او لولا التحجيز اللي عملها اسامة فصل كان الراجل جي خدها من محمود صابر فالهدف رائع من كل لعيبة منتخب مصر الكرة دي اول ما نزلت تاني راحت لمحمود صابر ما شاء الله يعني رجلي ما بتهزرش كرة عدت من جنب الحرس منحظوا انها ما جاتش في وشه كان خدت وشه ودخلت اسامة فصل علامي ومحمود صابر علامي وميكالي كان علامي لتاكتك ونمط دايما متكرر مع منتخب ميكالي